فإن كانت المرأة قاسية أو فيها ما ينفر من أخلاقها من طبعها فالنتيجة الطبيعية النفور هذا من باب الاحتمال محتمل أن يكون المحازم اللي كانت بتحكي معنا الآن فيها شيء يعني صعب لا يتقبله ولا يتحمله الرجل فتراكمت عليه الأثقال منها فكانت هذه النتيجة العزلة التفريغ همومه على النت وعلى الألكترونيات بدي أقلب بقى على الجنب الثاني لا أبو حازم يا أبو حازم الله يمسكك بالخير ويصبحك كمان بالخير يا أبو حازم الحياة لا يصلح معها إلا اللطف والصبر وأم حازم بشر فإن ظهر منها ما ينفرك من سوء طبع أو علو صوت أو صراخ أو نشوز أو معصية أو ما ينفرك منها فاضعوا لها أولا ثانيا دارها دارهم ما دمت في دارهم أما الهجر الدائم فالهجر الدائم لم يقل به شرع الهجر وارد لكن بشرط أن لا يدوم والتي شوف الآية بتقولي يا أبو حازم والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا اصبر عليها يا أبو حازم واخلأ الأساليب التي تقربها منك وابلع منها مثل ما أمر الله تعالى في القرآن قال خذ العفو يعني إيه يا أبو حازم يعني إيه خذ العفو معنى خذ العفو يعني اقبل من قدامك ما يصدر منه لأن هذا هو اللي عنده إذا أبو حازم طبيعتها صوتها عالي طبعها في قسوة هي مش أرض غير طبعها الإنسان ابن بيئته فإن كان هذا هو طبعها ربنا سماه عفو يعني ما يصدر عنها عفوا فاقبله منها خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض على الجاهلين أما الهجر الدائم فهذا سيترتب عليه مفاسد كبيرة جدا أنت مش تقدر تتحملها ولا تتحمل عبقها ولا تتحمل نتائجها إخلأ أنت بينك وبينها الأجواء إن لم تصدر الأجواء الطبيعية منها ومهارة الإنسان بتتجلى في قدرته على ملكيته على ملكيته للأجواء وللأمور السعادة إذا ما قدتش منها إنت خلأها يا أخي أما الإعراض الدائم فهذا أولا حرام أثنين بيترتب عليه مفاسد ثالثا سيتراكم فيك الهم بلا فائدة ثم تصدر النتيجة النهائية هلاك أسرة جحيم أسرة نار في البيت فيتبدل البيت بدلا من أن يكون سكنا بيوتكم سكنا بدلا من أن يكون البيت سكنا صار البيت نارا وإذا انقلب البيت من سكنا إلى نار قل لي بقى كيف هتنام وكيف هتاكل وكيف هتعيش النتيجة الحتمية الأمراض إنت تحب أن تتراكم عليك الهموم وتمرد اصلح ما بينك وبينها لأن الصلحة خير إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فإذا أردت الرحمة من الله ارحم أم حازم والكلام أنا أو السعوه من أم حازم وابو حازم إلى جميع خلق الله فالبيوت لا تبنى يا جماعة يعني كثير من البيوت ما بنيت لا على العواطف ولا على الغرام ولا على الحب والأحلام ولا على الرومانسية البيوت تبنى على المرؤة وبإقامة الحقوق الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فائضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علي كبيرا أسأل الله أن يبلغكم سبل الرشاد وأن يصلح ذات بينكم أرجع لموضوعي من رأسة الإبل عرفنا خدنا منها الصبر خدنا منها التواضع خدنا منها التحمل خدنا منها الخفة رغم عظمة الجمل إلا أنه آخر ما بمشي تجد أنه مثل الرشا والخفة في الحركة دليل المشاطاء دايماً أي إنسان نشيط بتلمح فيه الخفة في حركته وأسوأ صفة في الإنسان الكسل وثقة للحركة لا يقدر يشتغل ولا يقدر يقوم بواجباته ولا يقدر يرضي ربنا ولا يقدر يرضي الناس ولا يرضي حتى يرضي نفسه الجمل بيركض وهو يجري خفيف تحس أنه وزنه أخف من الهواء مع إنه ثقيل أوزنه ثقيل عظيم جداً ومع ذلك تراه خفيفاً إذا تحرك المؤمن بأهن إنفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله الخفة في الحركة طبيعة المؤمن تراه إذا قام لصلاة الفقر خفيفاً ما يتثاقل لذلك التثاقل كان سبباً في ذم الله لأهله ربنا الفقراً ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض معنى ذم الثاقلتم يعني يريد عكسه وإذا نفى الله صفة أراد إيه ضدها كأمره بالشيء الله إذا أمر بالشيء فالأمر بالشيء نهي عن ضده خلاص والله إذا نهى عن شيء فالنهي عن الشيء أمر بضده فإذا قال ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إثاقلتم إلى الأرض يعني يعني خفوا اتحركوا لا تثقلوا يعني لا تتكاسلوا الكسل بيظهر منه عدم النظافة في البيوت الكسل بيظهر منه عدم الإنتاج في المجتمع الكسل بيظهر منه النفور بيسبب النفور أخوانا ما في واحد كسلان بيتحب العامل الكسلان ما بيتحب بيرفدوه الموظف الكسلان بيتركم عليه العمل المسلم الكسلان ما بيصليش ذلك مسألة ترك الصلاة كسلا مشكلة اتعلم من الجمل ما عظمته كيف يتحرك بخفة ما أخف النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسمع نداء ربه لما ربنا قال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل يا أيها المدثر قم فأذن مطالبين أن نكون خفافا عند الدعوة إلى الله ما نتثاقل ما نتكاسل خفافا عند نداء الصلاة يوعى تتثاقل عند نداء الصلاة خفافا عند أداء الواجب والمعروف ومش الواجب على العادات الذميمة في مجتمعنا العادات اللي بتقسل الظهر وبتخرب ميزانيات البيوت ما بقصدش بهذه هذه ما هي واجبات لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها أقصد الواجبات يعني إيه يعني أصحاب الحقوق علي من والدين من أرحام من حقوق ولادي من حقوق أصحاب الديون علي لما يكون علي يدين وربنا رزقني برز إيه باء معنى التكاسل والتثاقل والتأخر والتماطل إيه المعنى المماطلة كسل رزقان الله على طول أو المفكر أخف وطير وأرد الدين الذي علق في ذمتي لتبرأ به ذمتي أو لتبرأ بالأداء ذمتي فالذمة لا تبرأ في الديون إلا بالأداء أو العفو الخفة ما أجمل الإنسان الخفيف ما أجمل المصلي حينما يسرع ولذلك آيات الخفة والأمر بها في القرآن واضحة سارعوا إلى مغفرة من ربكم والتئيل لا يمكن أن يسارع سابقوا إلى مغفرة من ربكم والتئيل ما يقدر يسابق غيره ميدان منفسة مين أول واحد يحتل الصف الأول مين أول واحد يروح صلاة الجمعة سابقوا انفروا في سبيل الله انفروا والثقيل لا يستطيع أن ينفر لا أقول لك وفي أسرع من كده كمان وأخف من كده ففروا إلى الله ففروا فر أسرع من انفروا وأسرع من سارعوا وأسرع من سابقوا فروا إلى الله فروا دي حركة مروحية حركة ألكترونية حينما تأتي طاقة كهربية أو ألكترونية أو نووية وتحرك مثلا مروحة مثل حركة جناح النحلة النحلة بترف أو الفراشة تلتميت تلتميت حركة في الثانية كيف يعني حركة تعاشية هذا هو الفر ففروا إلى الله يعني استخدم أقصى سرعة عندك حينما تسمع نداء الله أو نداء الواجب بأداء الدين أو القيام بالبر وأول واجب يجب أن تفر إليه واجب الوالدين الوالدين ونحن في عصر العقوق الوالدين ونحن في عصر الجفاف العواطف الوالدين ونحن في عصر الجفاف وقحت البنوة والإحساس بالبنوة ونحن في عصر ونحن في عصر الجحود والنسيان جحود الواجب جحود الحقوق الوالدين الأم حينما تربي ثم ترى ابنها أطول منها وبعد تكلمه يبقح في وجهها ويعلو بصوته عليها عالم بتقلب كفيك على ما ترى وتقول ما هذا العالم معقول معقول هذا الولد اللي احنا ولدنا ونظفنا وأكلنا وكبرنا ثم لما ها قوي عوده هكذا يتعاملوا معي طيب مرسة أنظر دي هكملها الأسبوع القادم إن شاء الله إن لم يكن معي ضيف فإن كان مع ضيف لأنه ربما يتناسب الأسبوع القادم مع موضوع الهجرة فربما يكون معي ضيف الأسبوع القادم إن شاء الله وإلى أن ألتقي بكم لكم مني أطيب الدعوات بدعولكم فدعولي وما تنسوش الحلقة بتعاد غدا قبل صلاة الجمعة في تمام الساعة الحادية عشر تقريبا يوم السبت تقريبا في حدود الساعة 11 برضو يوم السبت ويوم الخميس صباحا كذلك بتعاد كل سنة طيبين وسنة هجرية مباركة إن شاء الله عليكم لأنها تبدأ الأسبوع القادم أراكم بخير وسعيدت بلقائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة